عزيزي مشاهدي قناة فري انجليش يسررنا اليوم أن نقدم لأبنائنا الطلاب فيديو رقم واحدة المراجعة العامة صف الدراسي الأول صري الصف الأول الثانوي نظام حديث مراجعة فصل دراسي الثاني عشرين عشرين وسوف يتناول هذا الفيديو الفروق في استخدام حروف الجر الفروق في استخدام الكلمات مثل هيلب إن هيلب ويز وغيرها سيرتش ريسيرتش وكلمات أخرى مثل سبيشال برايفت بيتش شورت كوست كنل والكسير لسهولة الاختيار والكتابة الدقيقة في الترجمة أو موضوع الإنشاء قبل أن نبدأ أشكر كل من أبدأ تعليق وسوف نتابع كل ما تطلبون بجدية تامة ولا تنسوا أن تتابعوا فيسبوك وتويتر لتجدوا قناتنا فري إنجليش والآن نبدأ العمل عزيزي الطلاب أحيانا نسمع كلمة إن لم تجد مثلا مع كلمة إندي كلمة هيلب يساعد معها حرف الجر وز وهيلب إن ما الفارق بين الاثنين أحيانا بقى أسمع أحيانا من أعزائي الطلاب أقولها لو لجيت إن أخدت وز أخدت طب أحيانا نفرض إن جاب لي هيلب وز وهيلب إن في جملة ما الفارق بين الاثنين هيلب وز بمعنى يساعد في عمل قصير المدى يعني يساعد في عمل يساعد هنا الوقت قصير بمعنى أو يساعد في عمل الوقت محدد الوقت محدد بمعنى وقت قصير يعني نفرض إن أم ساعدت ابنه في أداء الواجب يستغربه ساعة ساعة ونصف ونصف ساعة يبقى تقول ساعدت ابني في عمله يبقى دي بتيج معه عمل لا يستغرب وقتا طويلة زي مسلا واجب منزلي عمل البيت نظافة الكنس التنفيذ وهكذا يبقى الأشياء التي لا تسغرق وقتا طويلة وفترة ممتدة هقول لها هلب وز نجي عزيز الطالب إلى كلمة أخرى حرف جر آخر مع هلب هلب بإن بمعنى يساعد يساعد فيه وهنا يساعد في شي ممتد أو يستغرق فترة طويلة يستغرق فترة طويلة يعني ممكن فترة طويلة دي تدخل فيه سنوات وشهور فعلى سبيل المثال لو مثلا فيه خبير تربوي ساهم في الصورة الطيبة اللي أظهر بها التعليم في السنوات الأخيرة أقول The Educationist The Educationist الخبير التربوي The Educationist هلبت ساعد وهنا ساعد لفترة طويلة إن The Reform of إصلاح The Educational Process Educational Process وأترجمها الخبير التربوي ساعد في إصلاح The Educational Process العملية التعليمية إبا The Educationist هلبت إن همغوتش هلبت ويزن دي فترة طويلة لو برطو خبير زراعي أو خبير محاصيل هجول The Agronomist خبير المحاصيل هلبت إن إدخال نيو كروبس محاصيل جديدة فالفرق بين هلب إن وهلب ويز يبقى هلب إن يساعد لفترة طويلة من الزمن هلب ويز يساعد لفترة محدودة زي أداء واجب مدرسه وخلافه نجي عزيز الطالب إلى تابع كلمة هلب هلب ولو الماضي منها هلبت ساعدة الاختيار بتاعنا أحيانا من اختار طو ومصدر أو مصدر بدون طو والاختيارين كلاهما صحيح يعني أقول مثلا شي هلبت مي ساعدتني شي هلبت مي مي لصنز دروسي شي هلبت مي آآ عندنا اتنين اختيار صوابة بريبير تو بريبير بريبير بريبيرز بريبيرز بريبيرينج عزيز الطالب آآ كما مبين على الصبور هلبت أو هلب أو هلبت لما تو مصدر أو مصدر بدون تو فعندنا هنا اختيار صوابة طبعا في المتحام يأتي اختيار واحد ولكن هنا من باب التوضيح شي هلبت مي تو مصدر لو تو بريبير أن أعد أو جهز شي هلبت مي مصدر بدون تو بريبير يب ساعدتني في إعداد دروسي شي هلبت مي بريبير أو تو بريبير مي لصنز وطبعا مشتقات لدينا هلب مساعدة هلب فول محب للمساعدة هلبلس عاجز أو غير قادر عن مساعدة أو هلبلس بتيجي لا حول ولا قوة له نجي ننتقل إلى كلمة أخرى سيتش سيتش لو جار حرف الجر فور ودي الكلمة الرسمية سيتش فور بمعنها يبحث عن نقول مثلا الشرطة بحثت عن اللس بذ بلس سيتش فور بحثت عن أتساوي عندي لغة 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 سيتش فور ذ ثيف الله كريمينال وهكذا نجي حزيز الطالب إلى كلمة سيتش بس تجيب معنى بحث و سيتش فعل ثاني معنى يفتش يفتش أقول مثلا هي سيتش فتش سيتش ماي بوكتس فتش جيوبي هي سيتش ماي بوكتس بين معنى فتش حسب موقعها في الجملة سيتش فور يبحث عن سيتش بمعنى فتش و سيتش بمعنى بحث ولكن بحث على الانترنت نجي عزيز الطالب إلى مشتقة آخر اللي هو كلمة ري سيتش ري سيتش يبحث فيه هنا يبحث علميا هتيجي بمعنى بحث أبحث أو بحوث الكلمة اللي بتاخد جدامها دو ري سيتش دو ري سيتش غالبا دو ري سيتش فقط بدون قال ان كلمة ري سيتش كلمة لا تجمع ولا تسبق بعدها دو ري سيتش ان أو انتو فدو ري سيتش يقوم بعمل بحث ننتقل إلى جزئية أخرى لو قلت مثلا هز ري سيتش أبحاث أو بحث هز ري سيتش إن ذا فيلد أبحاث وفي مجال إن ذا فيلد أف أسترونومي في مجال علم الفلك أسترونومي لتو لتو أميزنج دي سكافرز أميزنج دي سكافرز أميزة أترجم الجملة كلها عزيز الطالب أقول إن أبحاثه في مجال علم الفلك علم الفلك أدت إلى أميزنج دي سكافرز اكتشافات اكتشافات مذهلة أو رائعة ننتقل عزيز الطالب إلى جزئية أخرى تابعة لنفس الفيديو على أساس نوضح الكلمات فهنجلنا في البداية هلب وز وهلب إن وضحنا الفرج بالاتنين كمان كلمة هلب وما يأتي بعدها تو مصدر أو مصدر بدون تو انتقلنا إلى سيرتش وري سيرتش فننتقل الآن إلى كلمات أخرى من نفس النوع اللي بتسبب لنا أحيانا فآخر كلام نجلنا بس هجول ذا كيميست الكيميائي ذا كيميست الكيميائي دد قام ب دد قام بالكثير من دد أو lots أو lots of research research أبحاث research to test لكي يختبر to test لكي يختبر the new medicine the new medicine وأترجمها عزيز الطالب وعزيزات الطالبة إلى قام الكيميائي بعمل الكثير من الأبحاث ليختبر أو لاختبار الدواء الجديد ده ننتقل إلى جزئية أخرى وهي كلمات كويسة جدا وكانت واحدا من الكلمات سنذكرها كانت محمر سؤال في الصف الثالث سنون ولكن الكلمات دي موجودة في أولى سنة وبالتحديد حاليا فالكلمات دي ياتي مهمة يجي كلمة مثلا بيتش بيتش اللي هو الشاطئ اللي هنا بنقول عليه بلاجر مصيفي النساء اللي بروح لصيفه في الأجهزات بيتش لو قلت مثلا وينت ذهبنا ذهبنا إلى الشاطئ ممكن أوضح الحاجة اللي عملنا أو على أساس غليك تتذكر و بلت بنين وبلت قلاع وهنا قلاع صغيرة وبنينا قلاع بالرمال ده وده كلام ممكن نقول يعني الأطفال الصغير لما بيروحوا مع والديهم على الشاطئ ذهبنا إلى الشاطئ وبنينا قلاع من الرمال والثاند أو بالرمال كلمة بيتش بتاخد معها عن الشاطئ وهنا زي ما قلنا شاطئ المصيفين بيتش اللي هو المصيفين عندنا اللي هم هولي داي ميكرز ميكرز هولي داي ميكرز المصيفين الناس اللي بيروحوا صيفهم هولي داي ميكرز فالكلمات كلمة بيتش كده اللي هي كلمة شاطئ نجد كلمة أخرى كلمة كوست سي أو اي اس تي كوست معناها الساحل وهنا الساحل لما اتكلم من ناحية جغرافيا يعني اقول مثلا ذا شب السفينة وينت ميسينج وينت ميسينج ضلت طريقها بمعنى دي ساب بير دي يعني اختفت وينت مثل نير بالقرب من زا نورس كوست الساحل الشمالي ومسلا او 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 بالقرب من الساحل وهنا ممكن احد اقول مثلا او 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 ساحل البحر الابيض المتوسط يبا هنا الساحل لما اتكلم جغرافيا نجي الكلمة ثانية كلمة شور وتجمع شورز شواطئ هنا افتكر عزيزي الطالب هنا شواطئ اللي هي الاماكن المسكونة مسكونة من البشر يعني يعني في سنة في سنوية عامة جاب there are there are millions او ما معناها يعني جملة قريبة هنا millions of هناك ملايين من الناس يسكنون ويعيشون على شواطئ البحر الابيض المتوسط يبا هنا مقصود به امتداده بالنسبة للدول there are millions of people living so who live on the shores of the ميديترين ينسي البحر الابيض المتوسط ننتقل الى كلمة اخرى يبا انا خدت بيت وكلمة شور وكوست تبقى لنا كلمة بانك بانك بمعنى ضفة وافتكر عزيز الطالب بانك بتيجي ضفة لا ريفر نهر او لك بحيرة يعني على سبيل المثال لو قلت قدماء المصريين لفت ون ذا بانك س وف ضرائل او مست بيبل لفت ون ذا بانك س ضرائل مست بانك بانك فالكلمة دياتي كلمة مهمة وأنا أحفظ الكلمات دي حفظة لأن دي ما بتدخلش في نطاق القاعدة بتدخل في الاستخدام اللغوي وبانك ضفة وتجمع بانك اصدفاف بتيجي مع ريفر نهر بتيجي مع كنلة قناة مائية قناة وبتيجي مع عليك بحيرة كلمات دياتي لابد من أننا احفظها عن ظهر قلب لأن دي استخدام لغوي مش جزئية بتدخل في نطاق أننا هفهمها لأننا بجيب لشور بيتش كوست بانك لابد أننا نعرف دولا نجي عزيز الطالب إلى كلمات أخرى سهلة زي كلمة مثلا ترانس بلانتا ترانس بلانتا ترانس بلانتا زراعة أعضاء زراعة أعضاء للجسم البشري يعني نقول مثلا دكتورز أو سيرجينز دكتورز أو سيرجينز الجراحين أو الأطباء ترانس بلانتا ترانس بلانتا ترانس بلانتا قاموا بزراعة لفر كبد فورهم لحفور هم يبا كده زراعة أعضاء يبا ترانس بلانتا زراعة أعضاء في الجسم البشري تجي مع الدكتورز السيرجينز والمثال جبنا ترانس بلانتا أليفر فورهم ننتقل إلى كلمة برضو بتبدأ به ترانس وكلمة بتختلف في المعنى تماما كلمة ترانسميت ترانس ترانسميت ترانسميت بمعنى يبس ترانسميت والاسم منها ترانسميشن بس أو إرسال لقناة أو لريديو مزيع والاسم منها ترانسميشن بس أو إرسال وبنشوف كلمة لايف يعني مباشر على الشاشة أحيانا فكلمة ترانسميت لو قلت مثلا الغبار ترانسميت بثت على شاشة التلفزيون أو أون زريديو المزيع يبقى ترانسميت تيجي معاها تليفيجن جهاز تلفاز أو زريديو المزيع اللي هو الإزاعة يبقى ترانسميت والاسم منها ترانسميشن بس أو إرسال نجي عزيز الطالب إلى كلمة أخرى كلمة أخرى زي كلمة ترانسبورت ترانسبورت تيجي اسمه فعل ترانسبورت تيجي بمعنى نقل مواصلات نقل أو مواصلات وكلمة نقل أو مواصلات هنا بيجي قدامها منز أف لاحظ عزيز الطالب من باب إن أنا أرش أتنظرك بسيط لو قلت منز أو ترانسبورت هترجمها وسائل المواصلات لو قلت مثلا باسز الحافلات أو السيارات الكبيرة عاملها كده معاملة المفرد وها ترجمة هنا وسيلة يبقى إذا سبقت بآ تعتبر مفرد لم تسبق بآ وهي هي الكلمة يبقى وسائل دي بعملها مفرد إز ودي بعملها أر جمع وعندنا ترانسبورتيشن نقل نجح عزيز الطالب برضو إلى كلمات مهمة جدا وكل مجموعة كلمات مرتبطة بعضها هذه كلمة برايفت برايفت هيجها مكتوب أمامها في كتاب في مكان بمعنى خاص هنا خاص للملكية يعني حاجة يملكك شخص يملكك شركة يملكك مواجموعة معطنين يبقى برايفت فعلى سبيل المثال لو مستشفى خاصة أقول برايفت ويسبتل مستشفى خاصة لو عربة خاصة اللي يبقى نقول عربية ملاكة يبقى برايفت كار عربة ملاكة مدرسة خاصة برايفت سكول مدرسة خاصة يعني يملكك شخص فكلمة برايفت هنا تتعلق بالملكية برايفت كار برايفت هوسبيتل برايفت سكول الكلمات ياتي بتختلط مع كلمة أخرى اللي هي كلمة special special بمعنى خاصة ومعنى كلمة خاصة هنا بمعنى متميز يعني يقول مثلا هيت رافل ده سافر on special train قطار خاص أو قطار متميز شخص اشترى قطار قماش لعمل بدلة يقول مثلا special material قماش خاص أو special class متميز وممكن وممكن أقول special special school مدرسة خاصة بمعنى مدرسة متميزة يعني سوي remarkable school مدرسة بارزة متميزة good school أو school of high quality ذات جودة عالية of teaching وهكذا special نجي الspecial ديات نجيب منها specialize الفعل specialize بمعنى يتخصص يتخصص في وراء حرف الجر ن يعني قلت هي specialized ن تخصص في مثلا biology علم الأحياء هي specialized ن anatomy 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 اللي هو علم التشريح أو أي علم من العلوم أو مثلا كلمة botany اللي هو علم botany علم النبات علم النبات وبالكلمات ديات specialization والاسم منها specialization تخصص واسم الفاعل منها الشخص المتخصص specialist أخصائي specialist 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 أخصائي فالكلمات دياتي كلمات مشتقات على أن أحد أبناء العزاء طلب الويرد فاميلي الكلمات التابعة الكلمة أو مشتقات الكلمة ننتقل إلى كلمة أخرى كلمة من لحظات لو جبتم منها الخص خاصة اللي هي مصطلح اقتصادي نجي لكلمات أخرى destination 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 بمعنى جهة الوصول أو جهة المقصد المكان اللي أنا رايح له أقول مثلا لو شخص سافر ويتصل بيا قال لأنا وصلت مكاني أقول هي ريتشد وصل his destination وصل إلى جهة المقصد يريتشد his destination وممكن أضيف التعبير ده سيف أند ساوين سيف أند ساوين وسيف أند ساوين تعبير ممتاز بمعنى وصل إلى جهة المقصد سليم سليم ومعافة سليم ومعافة يعني وصل بحالة طيبة يب تعبيرات ممتازة ونريتش أور نوليج أوف إنجليش تسري معرفتنا باللغة الإنجليزية نيجي عزيز الطالب إلى كلمة أخرى خدنا ديستينيشن فبقي لنا كلمة لوكيشن لوكيشن تيجي بمعنى موقع موقع لمشروع وتيجي بمعنى مكان تصوير مكان تصوير لفيلم لأي مشاهد فلو قلت مثلا لو قلت مثلا this street has a share this street is a good location for هذا الشارع موقع مناسب location for a pharmacy هذا الشارع موقع مناسب لإنشاء صيدلية يبا هنا this street is a good location for a pharmacy هذا الشارع موقع مناسب لإنشاء صيدلية وممكن أقول the actors الممثلين went to the location ذهبوا إلى موقع التصوير ننتقل إلى كلمات مهمة جدا وأرجو الاهتمام بها يعني عندنا is located وحرفين جر in أو on ميتة هنا معنا يقع أو تقع فيه وهنا التحديد مكان لو قلت ازدوكيت الان يقع فيه هنا بلد أو قارة لكن لو قلت on يقع على بحر أو نحر يبقى أي مكان في مصدر مياه هاخذ الان أي مكان لا يوجد به مياه مجونة يبقى خذ الان يعني لو قلت مثلا أي محافظة من محافظاتنا تقع على نهر النيل لكن لو قلت ازدوكيت ان يبقى هنا طرام هجيب اسم مكان يبقى ان اجيبت يبقى الكلمات عزيز الطالب لا تنسى ان بلد قار مكان لما جيب ان تقع على بحر أو نهر كلمة لكيت ان هتساوي عندي نفس التعبير اللي هو is وهذه التعبير دواتي is situated يقع ونفس الكلام ان أو ان is situated ان أو is located ان نفس الكلام يبقى is situated ان او situated on ودي مكان ودي بحر او نحو ننتقل الى جزئية اخرى من نفس الكلام ده هات عندي تساوي lies الى جزئية او لايز ان او قلت مثلا this island lies on the sea تقع على البحر لكن لايز ان او مكان بعيد هنا لايز دائما وابدا هات ساوي it stand on يبقى افتكر عزيز الطالب lies withstand this بمعنى يقع دائما في صيغة المعلومة لكن is located in أو is situated in دائما في صيغة المجهول كبناء فالكلمات دي ياتي كلمات يجب اننا نهتم بها جدا لان دي محور اسئلة اسئلة زكاة يعني مش اسئلة تقريدية نجد كلمات اخر كلمات عندنا في الفيديو عزيز الطالب meeting meeting معنى اجتماع او مقابلة فلو قلت مثلا الافعال بتجي معها half a meeting half a meeting يبقى يقول عنده اجتماع يعني اقول مثلا the manager has a meeting عنده اجتماع so he can't meet you لذلك لا يستطيع نقابله او مثلا hold a meeting hold a meeting hold a meeting معنى يعقد اجتماع يعقد اجتماع نجي لكلمة اخرى يبدي كلمة اجتماع مقابلة نجي لكلمة interview 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 بمعنى مقابلة شخصية مقابلة شخصية وهنا مقابلة شخصية لا اما on television في التلفزيون او on the radio في الازاعة او on a newspaper او a magazine في مجلة في جريدة اللي هي مجموعة اسئلة بتطرح على شخص وممكن بتكون interview for a job مقابلة الوظيفة وهكذا نجي لكلمة interview المشتقد التاني منها interview المحاور او الشخص اللي بيسأل اسئلة interview اللي هو هنا بمعنى المزيع المحاور لو غيرت interview اللي هو ضيف الحلقة ضيف الحلقة اللي هو الشخص اللي بيتلقى الاسئلة ويرد عليها وانترفيو وانترفيو ودى استضافة على حلقة معينة الكلمات يأتي مهمة جدا نجي الاخر كلمة عندنا في هذا الفيديو كلمة conference conference بمعنى مؤتمر وكلمة مؤتمر بيجي قدامها الصفة اللي بتحدد المؤتمر زي medical conference مؤتمر طبي مؤتمر طبي كمان بعد السادة الرؤساء بعد مثلا يبقى في اللي قام عظيف يبقى في بريس conference مؤتمر صحفي بريس conference يبقى الكلمات تأتي تأتي تصف المؤتمر بريس conference ميديكال conference الكلمات تأتي برضو معها hold conference hold conference يعقد مؤتمر الكلمات تأتي عزيز الطالب اللي هي meeting interview conference كلمات تعتبر متدخلة مع بعضها وتيجي في الاختيار بنفس الترتيب كده يعني أقصد بتيجي meeting interview conference في الاختيار transplant transmit transport مع بعض special private destination location فالكلمات دي في غير الهمية أتمنى لكم كل